بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي طبعاً وجمال الحسن ده هيكون معانا لما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك يا رسول الله عشان نكون حاضرين في مجلسه وإحنا بنتكلم عن جمال وروعة جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم لما نجي نتكلم عن حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلماته قليلة وفوائده عظيمة بيدلنا على الخير من أوسع الأبواب ويجعلنا من آل الاتزان ويجعلنا من أهل الرحم ومن أجل الرحمة ويوسع علينا وفقنا ويجعلنا كمان فيه هدوء واستقرار في علاقتنا مع الناس وهو حديث بيروي سيدنا سلمان بن عامر عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وصلى هذا الحديث أخرجه الإمام الترمزي والإمام النسائي والإمام الدماجي إحنا تكلمنا قبل كده عن الحديث اللي بيقول كله معروف إن صدقة وفهمنا معنى الصدقة بالكلمة الأوسع اللي بنقوله نعيش حياة المعروف اللي ينطبق عليها كل أحكام الصدقات من حيث قبوله أو التوسعة وكمان كل أنواة التوسعة حتى شفاء المرض تعالوا بقى نيجي مع هذا الحديث يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي معنا يقول لنا إن أفضل الصدقة مش اللي بتكون على المسكين وإنما اللي بتكون على رحمك وأقاربك ولا أقربون أولا بالمعروف آه صح إحنا لما كنا بنتكلم وإن كله معروف صدقة وإذا كان الأقربون أولا بالمعروف فيبقى من أعلى المعروف الصدق على الأقربين والصدق على رحمنا ويبقى هنا في معنى في غاية الرقي إيه هو؟ هنا في معنى أنا بحبه إيه هو؟ إن الأعمال الصادقة والأعمال المخلصة ده أبدأ من الدوائر القريبة وهذا يجعل الصدقة لها شوية أمور مهمة جدا جدا في حياة يجعل الصدقة لها وظائف أسرية ووظائف اجتماعية ووظائف عائلية فتصبح الصدقة في الحقيقة ليست مواد بناء بتبني العلاقات ولكن تصبح الصدقة ماذا؟ وصل لهذه الألاقات بمولانا سبحانه وتعالى لما تلاقي الصدقة تضاف وتقدم وتعلى عندما تقترب في الدوائر القريبة يبقى لازم نشوف حديث رسول الله أن خير درهم درهم أنفقته على أعلك أفضل من الدرهم أنت تنفقه في سبيل الله وأفضل من الدرهم أنت سبيل الله يعني في الجندية وأفضل من الدرهم أنت كمان بتنفقه في الصدقة العادية ليه؟ عشان فلسفة ماذا؟ أن الصدقات في الدوائر القريبة صدقات موصولة بالله ده ممكن يربطنا مع حديث رسول الله لما جات الرحم ببساطة وخاطبها الله يا الله الله يخاطب الرحم فيقول للرحم ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فإذا حد عمل صدقة في رحمه إيه اللي حاصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يوصلها فيوصلها بإيه؟ يخلي الصدقة دي صدقة وصلة صلة بمين بقى؟ صلة بالله اللي قال للرحم أن ربنا سبحانه وتعالى هيصلها وكأن الرحم كأنها لما تكون الصدقة في الرحم كأنها بمنزلة عملين صدقة وكل ما يترتب عليه من أجر وصلة رحم كمان وكل ما يترتب عليها من أجر فكأنهم أجرين عشان كده الإمام الزمخشري بيقول كلمة حلوة قوي في موضوع تسمية الأرحم بهذا الاسم فبيقول المعنى اللي ممكن نستشفه من هذا الكلام علشان يؤكد على موضوع الأرحم بشكل واضح وجعلها مشتقة من الرحم الذي هو بدوره مأخوذ من الرحم وفي الحديث ربنا بيقول للرحم قال الله تبارك وتعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته طيب ده معنى إيه إن العطية في الرحم لاج لله عشان الله هو الذي جعله هذه الرحم لأن هذه الرحم فيها بديع خلق الله وصلة الرحم فيها بديع عطاء الله يبقى الرحم دي فيها بديع خلق الله وصلة الرحم بقى فيها بديع عطاء الله وعشان كده ربنا اشتقل الرحم اسما من اسمي ليه؟ عشان الناس تاخد على مسألة ان الرحم دي من اكبر الادلة على الله مين اللي بيدير الرحم ده؟ الله يبقى اذا كان الله بيديرها فاذا كان حد عمل حاجة عشان صلة الرحم دي يبقى مين اللي يكافؤه؟ الله ويمكن عشان كده ربنا رتب الاحسان على الاقارب وجعله درجات في القرآن الكريم اسمع كده لقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه شوف فالاقربين في مرتبة تالية على طول يبقى الآية بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان ترتيب الاقربين مقدم في مسألة العطاء وكمان الله سبحانه وتعالى يقول وَعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبعد كده وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَةِ وَالْمَسَاكِينَ يبقى ايه ده؟ ده بعد الوالدين على طول ذي القربة عشان كده لو بصينا للأيتين هنلاقي حاجة مهمة جدا ان الترتيب جه كالآتي الوالدين ثم ذي القربة بعد كده نلاقي باقي الأصناف اليتامة والمساكين وعشان كده أكتر من خمس آيات فيه من نفس الترتيب الوالدين وبعده ذوي القربة وبعد كده يجي اليتامة والمساكين كأنهم بيقولوا أولى لك فأولى يعني الأولى لك والأقرب لك هو الأولى بالصدقة ولذلك الصدقة جائزة على الوالدين والأبناء أما الزكاة فما تنفعش لذلك جي ربنا يأمرنا نزكي على ذوي القربة لو كانوا من الأصناف من أصناف الزكاة ونتصدق عليهم وفيه آية كده في سورة النحل بنسمعها كتير يوم الجمة ويقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون إحنا في الأيام دي بقى وفي ظل الاستعداد لشعر رمضان مهم جدا 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 نخلي بنا من أقاربنا شوي ونخلي أقاربنا في أولوياتنا في الصدقات علشان يحصل حالة من حالات التكامل المجتماعي وننفذ أمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أوامره إلي بتوصلنا للجنة إن شاء الله نصل إلى الجنة بأوامره حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه حضرة النبي قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس إن يام تدخل الجنة بسلام لذلك كزء كبير من الفساد اللي بيظهر في الأرض سببه قطيعة الرحم ومش قطيعة الرحم بس والأسوأ على الناس وعشان كده صدق الله إذا يقول فلا سيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ما لهم دول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لهذه الدرجة لهذه الدرجة يكون العقاب لما الناس تقطع الأرحام يصل الحال إلى الفساد في الأرض ويصل الحال إلى هذا الوعيد الشديد عشان كده لما أراد سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه أن يتصدق بحديقتي لما نزل قوله تعالى لن تنلوا بر حتى تنفقوا مما تحبون قال له حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه يعني إلا حصل هذه الحديقة التي كانت أقرب إلى قلبي جعله صلى الله عليه وسلم يتصدق بها في أقربتي وفي أهله وعشان كده بيقول سيدنا الحفظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري تكون صلة الرحم بالمال بس لا وبالعون على الحاجة وبإيه تاني؟ وبدفع الضر وبإيه تاني؟ وبطلقة الوجه وبالدعاء والمعنى الجامع لكل بقى المعاني دي كلها يصالوا ما أمكن من الخير ودفعوا ما أمكن من الشر بحسب الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه فإحنا محتاجين محتاجين نتفق كلنا ونتعاهد كلنا إن احنا نتفقد أقاربنا ونبصلهم شوية ونهتم بيهم ونبتدي بالدوائر دي ونشوفهم محتاجين إيه؟ ونساعدهم وإحنا بنحافظ على كرمتهم ومن غير ما نحسسهم بهذا الشعور المرير بالمن والأذى إن احنا بنتصدق عليهم ونتفضل عليهم محتاجين إن الناس تعيش تاني بفكرة الطبق الدوار اللي كان بيدخل على بيوتنا الفرح والسعادة ومنتعلم معنا العطاء وكمان بيزيد حياتنا نور وبهاء وتمأنينة وراحة وسعة وكرم وفرح مش متصورين لأولاد الصغيرين لما بيجي الطبق الدوار ده يدخل في البيت بيعمل سعادة إزاي بالغة أنا عارفكم فاكرين إن انتوا السعادة اللي كان بتحصل لنا لما تيجي الأطباق دي أنا مش بتكلم على الشخص اللي كان بيشير الطبق أو يلف بي لكن بتكلم إزاي إحنا اللي بيجينا الطبق ده كان بنسعد بيه ونفرح بيه إزاي طب نعمل إيه نعمل إيه في الوضع اللي إحنا فيه ده إحنا ممكن نعمل حاجات لطيفة ممكن نعمل شوية مبادرات كده زي إن إحنا نعمل مثلا صندوق في البيت عندنا نسميه صندوق العيلة كل واحد فينا يساهم من أهل من أهل الأسرة ومن عائلة العائلة يساهم بجزء من زكاته وبعدين نلاقي حد من أقاربنا ومن قلتنا ونديله ده ولما يحصل عند حد ظرفه نديله مبلغ ونديهوله عشان إيه عشان نفرج عنه هذه الكربة ويبقى ده بصدقتين صدقة وصلة الحاجة الثانية اللي إحنا ممكن نعملها كمان نعمل يوم في السنة للعيلة نتجمع فيه ونشوف بعض وده طبعا لا يغنى عن التواصل المستمر دائما ولازم نتفقد أحوال أهلنا باستمرار الحاجة الثالثة والمهمة وفتكروا ده الحاجة الثالثة والمهمة نتكلم عن بعض حلو نتكلم عن أهل العيلة كلام حلو لازم نعرف إن جزء من المعروف الكلام الحلو إن حد يعرف إن حد بيتكلم عنه كلام حلو في ظهر دي كمان صدقة مهمة لازم نعملها الحاجة الرابعة كمان اللي إحنا نعملها لازم ندعي البعض ونبدع لعلتنا أولى الناس إن أنا أدعي لهم وهتبقى برضو صدقة وصلة إن أنا أدعي لأهلي والعيلتي وللأقربين ولصلة رحم في ناس كتير ما بقالهم ياه يمكن ما فيش في حياتهم مرة ما دعوش لحد من رحمهم ولا حد من إيه من الأقربين لازم نعمل الحاجات دي الحاجات دي أتخلي فاهمين يعني إيه معروف وفاهمين يعني إيه صدقة وده اللي يفتح علينا أبواب الخير العظيم ورق قلوبنا وكمان يوسع صدرنا يا رب العالمين اجعلنا ممن يحبون ما تحب واجعلنا يا ربنا ممن طابت قلوبهم وأحسنوا وفتحت عليهم أبواب جنتك وأبواب رضاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما من الراشدين ومن المتصدقين واجعل محبتنا تغمر الأقربين بفضلك وكرمك يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بيكم عشان نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامي جولاته ع السيرو ولكن بعد الفاصل رجعنا حضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك وصفحة بن نامي جولاته ع السيرو اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت نجاوب عليه وهو ده الوقت اللي احنا مخصصينه النهاردة عشان نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا أول سؤال وصلنا بيقول واحدة مخطوبة لواحد عصب ومش بيتحكم في كلامه ولا عصبيته وحريص في الدفع إلا للضرورة يعني بخيل يعني وكان في موقف من أبسط المواقف راح قال لي أنت بتحوري ومش سلكة ولازم أحترس منك وكلام كتير ليس لو داعي في الموقف أصلا وجد نظر حضرتك تكمل معايا ولا لا حلوة هو السؤال اللي أنا رايح قاعد أروح فيه كده وأجي فيه في حاجة احنا بنسميها الالتفاف حلف ونشره وبعدين في الأخ الخارس فيه التفات التفات يعني ايه من الغيب إلى الكلام عن النفس ثم بعتاري طبعا أنا بحب الأسئلة دي زي دي تكون مباشرة لكن أنا أتكلم في السؤال دو لأن السؤال دو بيبقى فيه شوية تفاصيل إيه شوية تفاصيل دي إن في بعض الأحيان البخل في بعض الأشياء بيبقى نسبي يعني إذا كانت فيه البخل بيتعلق بالبرندات مثلا أو البخل يتعلق مثلا بحاجات كلها من جنس البخل في الآيس كريم لكن هو ما عندوش مشاكل خالص إنه يفرش البيت أحسن فرش فهي في الآخر خالص هي بحب أسأل فيه تفاصيل ده عشان أقدم الاستشارة بشكل صحيح لكن خلينا نتكلم عن عنصر الأساسي اللي هي زكريته في أول الأمر باعتبار أنه هو الأهم هو مسألة العصبية لو هي مخطوبة لواحد عصبي ومش بيتحكم في كلامه ولا عصبيته الحاجة دي صعب إنه تتغير بعد الجواز إلا بإرادة وباستعداته بتمرينات ليه طيب؟ لأنه بعد الجواز عيبقى عنده حجة إنه يزداد عصبية إيه الحجة؟ ثلاث حاجات زيادة الأعباء لأنه عيبقى مسؤول عن البيت ويصرف الحاجة التانية اختلاف التصرفات اختلافكم اللي عيكون على قرارات البيت الحاجة التالتة تحديات سنة أولى جواز فالمرشح إن العصبية تزيد فأنت لو كنت شخص أو صاحبتك اللي بتسأل لها لو كانت شخص من اللي بيخافوا على نفسهم بيتفزعوا من العصبية لا هيبقى فيه تحدي كبير جدا جدا أنا أعرف ناس عندهم فوبيا من العصبية لو حد زع جنبهم دولا في الحقيقة مش هيقدروا يتفاعلوا ويتعايشوا بشكل صحيح الأمر التاني إن الشخص هي طلع هي بتقول كده كمان إن فيه صفة تانية وهي صفة اللي هي شايفها البخل إن هو في الدفع يعني إن هو بخيل ما بيصرفش غير في الضرورة إذا كان هو كده يعني هيبقى بصراحة صعب إن انتوا تتوافقوا لإن انت بدري قوي شفتي صفة ما بتريحش الستات خلينا أقول لكم معلومة مهمة جدا أقول لحضراتكم وأجاوب عليك وأجاوب عليك لإن نقطة مهمة إن انت تعرفي إن كتير من الرجالة مش فاهمين النقطة دي عشان تعرف يتكملوا يعني لا النقطة بتقول إن الرجالة فاكرين إن اهتمام الستات بالفلوس ده لإن الستات مادية طبعا فيه ستات بتعشق الفلوس لإن تحول امتلاك الفلوس إلى شيء مرضي طبعا أو شيء غير متزد صح موجود ده لكن في العموم كده الرجالة عندهم انطباع إن الستات مادية لإن هم مش فاهمين اللي أنا أقوله دلوقتي إن المال عند الست هو تعبير عن الحب بتوفير الأمان تاني إن المال عند الست هو تعبير عن الحب بتوفير الأمان الست شوية بتفكر كده لو أنا مش متوفر للمال أنا احتمال كبير أتعرض لتهديد مالي وأنا إيش نمالني إن أنا هقدر أحافظ على نفسي نفسي بقى بكل ممتأكل اللي فيها نفسي بمعنى ها حافظ على علي من إنها مضعش مضعش أخلاقيا مضعش جسديه مضعش التفكير ده بيسالتر على كتير من الستات فيبقى إيزا المال اللي بتطلبه الست ده لإن هي بتطلب إن زوجها يعبر لها عن حبه بتوفير المال ليها ولذلك بيبقى فيه مشكلة جدا 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 أنا بحاول أفسر لحضرتك وأقول للسادة المشاهدين حاجة الرجالة سوية ما بيأخدوش بالهم منها ولذلك أنا بحذر كتير من السادة المشاهدين الرجالة إن هو يكون متطلع طبعا فيه رجالة اعتماديين مش دولة اللي بنتكلم عنهم احنا بنتكلم في الحالة العادية إن الأزواج في بعض الأحيان بيعتبروا عادي يعني ما تدفع ما تدفع في البيت لا هو مش هيبقى عادي يعني أنت لو هي قالت لك ما فيش مشاكل أنا أدفع في البيت ما فيش مشاكل أجيب كذا ما فيش مشاكل أعمل كذا خلي بالك لا في مشاكل لأن الفلوس بتاعتها هي بالنسبة لها أمان مش لأن هي ما بتثقش فيك أمان لأن هي حاسة أن هي حبك ليها مش صحيح لكن هي الفلوس بالنسبة لها معامل أمان فلما هي بتدفعها بتحس بتهديد تخيل لما بتدفعها في البيت طبعا الستات القصية تقول ده أنا كلي أدفع ما فيش مشاكل صحيح بس هي لازم تتقدر لازم الحاجة التي لما تعملها هي تتقدر لأن لما بتعمل كده بتيجي على نفسها وبتخاطر فهي اللازم تحس أن أنت حسس بإحساسها الخلاصة نصحتي إيه؟ لا إحنا متحتاجين مزيد من المعلومات لكن الصفاتين دولة صعب أن نتكمل معاهم العصبية المفرطة والبخل ما حد ما بيحبش البخل وما بيحبش العصبية المفرطة لا هيبقى صعب ده وخاصة أنه هو رح مستدعب ورح مكمل حاجة كده زي ما بيقوله كده في المثل العربي فأتى بسالسة الأسافي إيه سالسة الأسافي؟ سالسة الأسافي يا سيدي اللي هي الحيطة اللي بتبقى في الكنون لما بنحط النار فبتكون الحيطة اللي بتاخد كل اللهب فيقول لك رماو الضهر بسالسة الأسافي يعني رماو النار بحاجة شديدة للتهاب اللي هي بقى إن في أول حوار قال لها اتهمها سيبك بقى باتهمها بإيه ستات العفيفات الشريفات بيتجننوا من فكرة الاتهام معنى إن حد يتهمها بحاجة مش فيها وخاصة لو كان بتتعلق بالصدق في ستات تتجنن إن حد يتهمها إن هي بتكذب رح أيلها إيه في أول خناء قال لها أنت بتحوري ومش سالك كده خلاص وزي ما يكون كده واحد ضيع مستقبله مع حد فالتالت حاجات دولة لما جمعتهم طب انت خليت التيلة دي في الأخير كده ليه لإن هي في الحقيقة اتقالت كده بس هي الأهم في التلاتة إنها بيقول لها إيه وكأنها فهمت هي عندها كده الستة لما ييجي الراجل يقول لها وتكون عفيفة وتكون إنسانة محترم فييجي يتهمها إن هي كدابة على طول بتعتبره وكأنه قال لها أنت ماشي على حل شعر طب ليه شعوري الستة كده لإن اللي يكذب يعمل أي حاجة الستة عندها كده في دماغها اللي يكذب الرجال عارفيني والستات اللي سمعيني عارفيني أنا بقول إيه فعندها اللي يكذب يعمل أي حاجة فإذا كنت أنت من اللي بيقوله اللي يكذب إن هو كده بدل اتهمك إن أنت مستالكة وإن أنت بتحوري يعني كدابة إذا كان أنت عندك ممن يفزعون من هذا الكلام وده اتحفر جواكي احتمال كبير ما نقدرش نكمل ده بالتلات حاجات اللي أنت قلتيهم دولة ثلاث أشياء خطر وثلاث أشياء مش سهلين عندك ولذلك أنا بقولك رجع الكلام ده مرة تانية ولكن جيت الحق أنا شايف إن أنت تعاضي معاه وتوجهي إحنا لسه على البر إحنا لسه على الإيه؟ على البر لكن التلات صفات دي إنهم يكونوا موجودين عندك يمكن لما أنت تتكلميه يقولك مثلا إنه ابتدى ياخد دعم نفسي عشان يقلل عصبيته أو ابتدى يعمل تمالين عشان يقلل العصبية في تمالين أه طبعا في تمالين العصبية أو بيعمل حاجات عشان يقلل العصبية محبة لك فإذا كان هو بيعمل كده هو عن أي تقييم الموقف مرة تانية لكن لغاية دلوقتي إنه إحنا عندنا ثلاث صفات صعبين أوي 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 إنه يتم الإكمال معاه السؤال بعد كده بيقول يا شيخ أنا ما بعرفش أقعد القاعدة الصحيحة في الصلاة إيه اللي هي الافتراش عشان رجل بتوجعني هل لا تقبل لي صلاة؟ أبدا بالعكس أنت لو قعدت القاعدة اللي بتوجعك في الصلاة دي قد يكون ده مؤذي لك ولخشوعك فلزيك ما تعملش كده ما تعملش القاعدة دي لو أنك أنت بتحتملهاش ليه؟ لأن أنت لو عملت كده هذا الألم وهذا الضيق ولذلك الشرع الشريف أباح للشخص اللي هو لا يستطيع أن يصلي قائماً أن يصلي قاعداً لماذا؟ لأن المعنى في الصلاة هو أن تجد قلبك لكن أن أنت تفضل متعذب في الجلسة اللي أنت بتجلسها الأسوأ من كده أن في بعض الأحيين بتبقى بعض الأعداد مضرة للصح يعني أنه يكون عنده التهاب في عصب من الأعصاب ويكون الأعداد دي هتلهب له العصب ده أو تزيده التهاباً فليس مشروعاً وليس جائزاً أنه يجلس الجلسة دي ليه؟ لأنها حرام في ذاتها؟ لا لأنها حرام لغيرها غيرها أنه إيه؟ أنه هي تزود المرض عليك فإذا الدكتور قال لك ما تعملش ده لأن عملت ده هيزداد الالتهاب وهتزداد المشكلة اسمع كلام الطبيب اسمع كلام الطبيب لأن أنت محفوظ مأمور حتى في الصلاة أن تحافظ على نفسك ومجوز من حفاظ على النفس أن أنت تحافظ على على أي مرض منك من ألن لا يتأخر برقه بالعكس أنت عليك أن أنت تذهب وتحصل على العلاج لكي لا يتأخر برق المرض اللي عندك ولذلك لا تجلس هذه الجلسة وصلاتك صحيحة مش بس صلاتك صحيحة ده صلاتك صحيحة وتأخذ عليها الثواب كاملة إذا كنت تجلس هذه الجلسة المسنونة اللي جلست لفتراش قال إزاي ده؟ ده أنا ما جلسهاش نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشخص المريض المسافر يحصل على ثوابه كأنه صحيح مقيم يعني كأنه صحيح ويفعل الفعل ومقيم ويمكن ده أتقد أو بوضوح جدا من قولي صلى الله عليه وسلم إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم في المدينة يا رسول الله قالوا وهم في المدينة حبسهم العذر يبقوا ما ليه معانا؟ لأن حبسهم العذر وإنت ليه مش قادر تجلس جلسة الافتراش دي اللي هي مسنونة واللي هي على فكرة لو أنا صحيح وما جلستش الجلسة دي إيه اللي حاصل؟ صلاة صحيحة برضو لأن صلاة اللي تبطل إيه اللي بترك ركن من الأركان وعدم الإتيان به يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هذه الجلسة ليست من أركان الصلاة أنا أخشى ما أخشى إن الناس من بينهم يكونوا وصلوا هذه الجلسة إن هي من أركان الصلاة أبداً الناس هم بيكلموا بعض ييجي واحد يعني يفضل صلاته على صلاة أخيه فيشككه في صحة صلاته لا صلاتك ستكون صحيحة يعني أنت لو كنت صحيح وما جلستش جلسة الافتراش دي لأن الجلسة دي من هيئات الصلاة صلاتك عتكون صحيحة وإنت في حالتك دي صلاتك صحيحة وسوابك كامل إن شاء الله فلا تشغل بالك ولا تتوسوس السؤال بعد كده بيقول أخويا بيشتم أمي ولا عاذه بالله استغفر الله العظيم أخويا بيشتم أمي وبيعلوا صوته عليها باستمرار وما بيحترمش أمي وأبويا نهائي بيالوا فترة كبيرة على الحال ده على الحال ده كله بيسبب لعبة على الموبايل إيه التصرف اللي نعمله معاه عشان يبطل مش قادرين نستحمه في الغالب في الغالب لو كان المسألة وصلت إلى هذا الحد من الشتيمة ده على طول بيكون بيشاور على الاضطراب النفسي يعني ده أنت سألتني نعمل إيه؟ بيسألتني إيه حكم اللي هو بيعمله؟ اللي هو بيعمله ده ده بيشاور على الاضطراب النفسي فلو بتسألني هو محتاج أنه هو يعرض على بالمناسبة اللي هو فيه ده تنوع من أنواع الإدمان يعني ده إدمان اسمه إدمان الألعاب الألكترونية وهل ده بيعالج منه؟ نعم بيعالج منه ففيه اضطراب نعم فيه اضطراب يكون وصل إلى أنه يشتم والدتك وكمان يعله صوته عليهم وما بيحترمش حد والكلام ده بيتماد فيه وبيزداد هو محتاج دعم نفسي وأنا ما أظنش أن اللعبة كانت هي السبب السبب التراكمات يعني اللعبة ليست هي السبب في الحال الذي وصل العلاقة ما بين أخوك وبين والديك إلى هذا الحال ليست سبب اللعبة اللعبة كاشفة ولكن المسألة السبب سابق فأنت لو بتسألني تعمل إيه؟ أنا بنصحك أن احنا نساعد أخونا الكريم أنه هو يحصل على دعم نفسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداوى وعباد الله فأنا متصور أن إحنا لو عمالنا ده إحنا نكون كده بنساعده وسؤال الخبراء اللي هم أهل الطب في هذا الحال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا يا سيدة نتكلمنا النهاردة عن حديث من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعم المجتمع ويخلي المجتمع مليء بالرحمة ومليء بالفضل ومليء بالكرم ويجعل لبينات المجتمع الأساسية اللي بتتسع وبيحصل فيها الدوائر المتدخلة تتماسك وتفضل مليانة رحمة ومليانة نور المجتمع المليء بالرحمة في كل حلقاته هو مجتمع منظور بعين الله سبحانه وتعالى اهتموا بأقاربكم وخلوكم قريبين منهم وسعدوهم لأن الظرف اللي احنا فيه ده فرصة كبيرة جدا جدا عشان نستفتح أبواب الخيرات ونستفتح أبواب إحسان مولانا سبحانه وتعالى اللهم يا رحمن ارزقنا أن ندخل عليك من باب الإحسان واجعلنا على الدوام من أهل الفضل والامتنان ببركتك وجودك يا رب العالمين اجعلنا من أهل الرحمة ومن أهل الصدقات في كل وقت وحي اشتركوا في القناة